كل الأمور تحت السيطرة هذه هي الرسالة التي أراد رئيس قرغيزستان سورومباي جين بيكوف إصالها للجميع عبر سلسلة من القرارات والإجراءات عقب أيام من الاحتجاجات وأعمال العنف أعلن الرئيس حال الطوارئ وحظر التجمعات وفرض حظر التجاول في العاصمة بيشكيك وتم نشر قوات من الجيش لتطبيق الحظر الإجراءات شملت أيضا تعديلا وزاريا والإطاحة بمسؤولين أمنيين كبار واعتقال الرئيس السابق المصبك أتنبايف بعد أيام من إخراجه من السجن وفصل جين بيكوف كبار مسؤولي الأمن الذين دعموا المعارضين أو لم يتدخلوا لفض الاحتجاجات ضده واختار البرلمان المعارض سادير جباروف رئيسا للوزراء في محاولة لإنهاء الاضطرابات وقبيل اختياره دعا جباروف لإصلاحات دستورية تسبق انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة وأبلغ جباروف البرلمان أن الرئيس يعتزم الاستقالة بعد الموافقة على الحكومة الجديدة وسبق هذه الإجراءات تعزيز التدابير الأمنية حيث أقيمت حواجز تفتيش عسكرية حول العاصمة بيشكيك وجالت ناقلات جنود مدرعة شوارع المدينة وأصيب أكثر من ألف شخص وقتل شخص واحد خلال الاحتجاجات في قرغيزستان منذ الاثنين الماضي واندلعت الاحتجاجات عقب إعلان أحزاب موالية للسلطة فوزها في الانتخابات التشريعية ورغم إلغاء لجنة الانتخابات المركزية نتائج تلك الانتخابات استمرت الاحتجاجات واقتحم متظاهرون مقر الرئاسة والبرلمان ولجنة الأمن القومي